مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برناميكم الإسبوعي عبر الكتاب يقول إشعياء النبي في الأصحاح التاسع عن مجيء المسيح وفيقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فواحدة من أوصاف وألقاب المسيح هي أنه رئيس السلام إلا أن البعض يطعنون في مسيح المسيح ويقولون أن يسوع المسيح ليس هو المسيح المنتظر بحسب المقييس وبحسب المواصفات اليهودية المذكورة في العهد القديم وكذا موضوع حلقة اليوم هو هل المسيح هل يسوع المسيح هو المسيح رئيس السلام هل يسوع الذي أتى منذ ألفين سنة هو نفس المسيح التي تنبأت عنه الأسفار المقدسة الذي هو أيضا نفسه قال أنه كما كتب عني أو كما هو مكتوب عني في نموس موسى والأنبياء والكتب هل يسوع هو المسيح رئيس السلام خلوني أبدأ بالإدعاء هل يسوع المسيح هو المسيح المنتظر هذا الرفض للإيمان بيسوع على إنه المسيح ويمكن حلقة النهاردة شوية هنتكلم فيها عن اليهود أكتر ما نتكلم عن المسلمين كويس وعن رفضهم وسبب رفضهم للمسيح وعدم إيمانهم به كالمسيح المنتظر فهل يسوع المسيح هو المسيح المنتظر الاعتراض بيقول هكذا يقول العهد القديم أن المسيح سيكون رئيس سلام فبمجيئه يسود السلام على الأرض عندما يجي المسيح يسود السلام على الأرض وبما أن هذا لم يحدث مع مجيء يسوع فيكون يسوع المسيح ليس هو المسيح التي تحدثت عنه نبوات العهد القديم أقولها جانا من يرفضون الإيمان بيسوع المسيح على أنه هو المسيح أنا أتكلم شوي عن اليهود أكتر يقولون أنه بحسب العهد القديم ونبوات العهد القديم فالمسيح هو رئيس السلام وبمجيئه إلى العالم سيسود السلام على العالم أو أنه سيفرد السلام على العالم هو بالقوة سيفرد السلام على العالم بالقوة كويس وبما أن يسوع لما جيه لحد يومنا هذا لم يسود السلام على أرضنا بل هناك حروب وسراعات وقتل وذبح في كل مكان إذن يسوع الذي أتى من ألفين سنة ليس هو المسيح ولهذا ينبغي علينا أن ننتظر مجيء المسيح طيب أتمنى أنه الاعتراض ده يكون وضح بالنسبة لحضراتكم الاعتراض ده مبني على يمكن نصين موجودين في العهد القديم النص الأولاني موجود في إشعياء أربعة وعدد أربعة لما بيكلم عن في آخر الأيام آخروتها يميم الأيام الأخيرة كويس من ضمن ما سيكون فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمه على أمه سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد أبيقولك بحسب النبوة دي لما يأتي المسيح ويقضي بين الأمم وينصف الشعوب الكثيرة سيسود السلام أن الناس هيتبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل يعني بدل ما يستخدموها في الحرب هيستخدموها في ازراع وفعل الخير ولا ترفع أمه على أمه سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ده أول نص موجود في إشعياء أربعة وعدد أربعة النص الثاني موجود أيضا في نبوة إشعياء وأصحاح 11 كويس يقول فيسكن الذئب مع الخروف ويربد النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمى معا وصبي صغير يسوقها والبكرة والدبة ترعيان تربد أولادهما معا والأسد كالبكرة يأكلوا تبنا يعني للدرجة أنه حتى الحيوانات ستتغير طبائعها فالزئب يسكن يسكن مع الخروف والأسد مع البقرة ده لما يأتي المسيح وبما أن هذا ليس حادث منذ أن أتى يسوع المسيح من ألفين سنة فيكون يسوع ليس هو المسيح تمام أوكي إيه بقى الرد على هذا الإدعاء الرد على هذا الإدعاء هيكون أكتر من طريقة لكن قبل ما نرد خلينا نتكلم شوية عن كيف نعلم أن المسيح قد جاء يعني بحسب الفكر اليهودي إيه اللي يحصل واللي من خلال حدوثه نعلم أن المسيح قد جاء كميس ده بعض أقوال معلم اليهود وهما الربايز أو الربان ربايز اليهودي اللي هما عايشين إلى يومنا هذا وسطينا يقول رباي توبيا لو كان يسوع هو المسيح لو يسوع هو المسيح لعرفنا ذلك من مجرد كراءة الصحف أول ما تقرأ الصحيفة تمسك الصحيفة الجريدة اليومية تعرف أن المسيح قد جاء كيف لأن الصفحة الرئيسية سوف تتحدث عن السلام وليس عن أخبار الحروب ولكن من وقت جاء يسوع ومن وقت يسوع وحتى اليوم قتل مئات الملايين بسبب الحروب يعني لو روحت للربايز ده قلت له أنت رجل يهودي قل لي إزاي تعرف أن المسيح قد جاء ما ممكن يجي المسيح وإنت ما تعرفوش كويس فيقول لك أنا من خلال قريتي العادية للصحف اليومية أقدر أعرف إذا كان المسيح جاء ولا لا إذا لقيت أن الصحف بتتكلم عن السلام وليس عن الحروب يكون المسيح قد جاء وبما أنه من يوم ما جاء يسوع وحتى يومنا هذا لا نسمع إلا عن حروب فبالتالي المسيح لم يأتي بعد ده المنطق بتاعهم كويس رباي يوسي مزراحي بيقول لنا عندما يأتي المسيح لن يكون هناك حروب في العالم كل الناس سوف أو كل الناس سوف تسكن في سلام كما يسكن الذئب مع الخروف يعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مش هيكون موجود الصراع السوداني مش هيكون موجود الصراع ما بين أوكرانيا وروسيا مش هيكون موجود الصراعات الموجودة في اليمن مش هيكون موجودة الصراعات الموجودة في العالم كله هتختفي عندما تختفي الحروب نعلم أن المسيح قد جاء ده الفكر العام اللي عند غالبية اليهود أو خلينا أقول ده الإيمان الشعبي الإيمان الشعبي الإيمان اللي موجود عند الشعب سواء دارس أو مش دارس آري أو مش آري هو عنده هذا الفكر طيب عشان نقدر نجاوب أو نرد على هذا الاعتراض خلينا وضح الآتي ويس أول حقيقة واضحة كوضوح الشمس نعم السلام مرتبط بمجيء المسيح دي حقيقة فلما نقرأ عن المسيح وعن مجيءه نجد أنه مجيءه مرتبط بسلام أنا مش أكلم على أي نوع من السلام دلوقتي لكن بصفة عامة مجيء المسيح مرتبط بسلام لكن لا يوجد نص واحد في العهد القديم يقول لنا عندما يأتي المسيح عندما يأتي المسيح سيسود العالم سلام مفيش نص هتقول لي النصوص اللي أنت قريتها النصوص اللي أنا قريتها بتتكلم عن عن آخر الزمان وهنتكلم عن آخر الزمان لكن لا يوجد نص عبارة كده في العهد القديم كله بتقول المسيح عندما يأتي سيفرد سلام على العالم ولن يكون هناك حروب النصوص اللي أنا قدمتها والنصين اللي موجودين في أشعياء أربعة وأشعياء حداشر ده يعني يستشف منها لكن لا توجد عبارة صريحة بهذا الأمر دي حاجة حاجة تانية السلام يأتي مع المسيح لكن أيضا هذا السلام الذي لا يأتي مع المسيح له زمانه ومكانه وأحداثه هو نعم هيأتي سلام مع المسيح لكن إمتى ومتى وفين ومع مين دي كلها تفاصيل أخرى موجودة في نبوات العهد الأديم فانفاش ياخد العبارة من ناحية إنها عامة وأقول بما أن المسيح يسوع قد جاء ولا يوجد سلام في العالم فيسوع هو ليس المسيح لأنه زي ما قلت السلام مرتبط بزمان ومكان وأحداث معينة لابد أن تتم دي حاجة الحاجة التالتة اللي بيكلم عنها العهد الأديم ومهمة جدا أن المسيح له أدوار مختلفة لابد أن يقوم بها في أزمنة مختلفة لا يوجد دور واحد يقوم به المسيح في العهد الأديم أي دارس عادل للعهد الأديم هيقف قدام تحديات كثيرة جدا بخصوص المسيح وأوصافه وأعماله وزمانه كويس فللمسيح أدوار مختلفة وأكلم عن هذه الأدوار المختلفة للمسيح لكن هل المسيح هيقوم بأدواره دي كلها في وقت واحد ولا هيقوم بأدواره دي كلها في أزمنة مختلفة ده السؤال اللي بيدرح ومنها السلام كرئيس للسلام عدم حدوث السلام لا يعني أن المسيح ليس رئيس السلام كويس دي خليني أوضح حاجة تاني فالسلام فالسلام أو للسلام وقت كما أن للدينونة والتطهير وقت عند ربنا لكل حاجة أوقات وكمان في جدول مجيء المسيح وأعماله وأدواره هناك وقت للسلام كما أن هناك وقت للتطهير والطمحيس والدينونة مرتبطة أيضا هذه الأمور بمجيء المسيح فلما نعرف العهد الأديم نعرف أنه لما يأتي المسيح هيمحص هينطهر هينقي هيدين طب إزاي إزاي هيعمل ده كله دون أن يدين دون أن يكون هناك نوع من الدينونة المعينة التي فيها ينتفي السلام فهناك أدوار مختلفة للمسيح في العهد الأديم لكن السلام واحد منها ولسلام وقته كما أن للدينونة وقت كما أن أيضا للتطهير والتنقية وقت والتطهير وقت طيب خليني أخذ حضراتكم كده في جولة سريعة إذا كان العهد الأديم لا يوجد فيه عبارة صريحة تقول أن مجيء المسيح يعني مجيء السلام للعالم كويس وإنه لابد أن يسود العالم سلام إذا جاء المسيح من أين أتى أو أتت فكرة إنه بما أن السلام لم يسود كويس فالمسيح لم يأتي جابوا جابوا الفكرة دي منين ما هي الأسباب التي جعلت اليهود يقولون أنه بمجيء المسيح سيعم السلام أرضنا زي ما قلت لا يوجد نص يحمل هذا المعنى مباشرة بمعنى أنه لا يوجد نص واحد يقول أن بمجيء المسيح سيعم السلام الأرض من أين أتى اليهود بهذا الفكر جابوا منين جابوه من حكتين وأتكلم عنهم بالتفصيل جابوه من التقليد اليهودي أنا لما أتكلم عن التقليد اليهودي بتكلم عن معلم اليهود بتكلم عن تفاسير معلم اليهود زي لحد النهار ده في ناس كتيرة في الكنيس ما تعرفش حاجة عن كتير معدس وبني حياتها على تقليد الكنيسة دي حي دي حي ما نقدرش ننكرها زي ما اليهود أيام الرب يسوع كانوا بنين حياتهم على تعليم معلم اليهود اللي قال عنها الرب يسوع تعليم الناس اللي انتقدها الرب يسوع مرات ومرات ومرات آه وصية اسكر يوم السبت اللي تقدسه وصية إلهية لكن علشان تقدر أنا كيهودي أفهم هذه الوصية وطبقها لازم أقرأ عشرات بل مئات الصفحات من التقليد اليهودي يعني إيه وإمتى وإزاي ولو شلت إيه وعملت إيه وإن اللي سويته وكم خطوة وكل الأمور دي وإمتى يعتبر كسر وإمتى لا يعتبر كسر كل الأمور دي هي تفسير الناس ده اللي بنسميها التقليد زي ما قلت لحضراتكم يوجد اليوم في القرن الواحد وعشرين ناس كتيرة بعشرات الألاف بل مئات الألاف بل بالملايين الذين يبنون حياتهم لا على كلمة الله بل على التقليد الكنسي فالتقليد عامل أساسي في تكوين الفكر عند اليهود ودايما الرب يسوع كان بيحارب تقليد الناس دايما الرب يسوع كان بيمقد تقليد الناس دايما الرب يسوع كان بيقول لهم كده ان انتوا ما تتعلموش منه لانه هم بيهتموا بالتقليد وليس بالكلمة تقليد اليهود واكلم عن ايه تقليد اليهود وإيه اللي قالوه لكن الحاجة التانية أو التشويش أو سبب التشويش التاني اللي أتى بهذا الفكر عند اليهود هو مرتبط بالأوصاف المختلفة والأدوار المختلفة للمسيح في العهد القديم لا يوجد لا يوجد جانب واحد ودور واحد للمسيح لا يوجد لكن توجد أدوار مختلفة وأوصاف مختلفة للمسيح أين يصنع هذه ومتى يصنع تلك متى يكون هنا ومتى يكون بهذه الأوصاف هناك يعني كل هذه النقطتين دول في غاية الأهمية في غاية الأهمية أجي مثلا للنقطة الأولى التقليد اليهودي تعليم معلم اليهود ودائما لما بنيجي عند التقليد اليهودي لازم أول حاجة نيجي عندها هي التلمود التلمود اليهودي سواء التلمود الأرشليمي أو التلمود البابلي إلى آخره أو التلمود جوناثان المهمة التلمود اليهودي كويس اللي هي أشهرها زي ما قلت التلمود اليهودي تلمود اليهودي بيظهر مدى التخبط مدى التخبط والتشويش الذي كان عند اليهود بخصوص مجيء المسيح الملك إزاي أقول لكم أقول لحضراتكم يقول مثلا رباي يحنان أن المسيح سوف يأتي عندما ينجح اليهود في حفظ سبتان متتاليان يعني يوم ما الشعب اليهودي يحفظ بالكامل لا أحد فيهم يكسر السبت لما الشعب كله كله ينجح في حفظ سبتان متتاليان يأتي المسيح طب جبا هونين دي ما عرفش ما عرفش مش ينجح نص الشعب ولا تلت الشعب ولا تسعين في المئة من الشعب لا ما ينجح الشعب اليهودي بكامله في حفظ سبتان متتاليان وكأنه إلى اليوم لم ينجح الشعب اليهودي في كل تاريخه من حفظ سبتان متتاليان يقول أيضا الرباي عزيل اليهو أنه من المستحيل معرفة ما سوف يحدث عندما يأتي المسيح إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحدث لما يأتي المسيح عندما يأتي المسيح أو الملك المسيح لن نعرف ما سوف يحدث حتى يحدث الأمر إحنا ما نقدرش نقول من دلوقتي إيه اللي ممكن يحصل لكن لما يحصل نعرف لكن قبل ما جاء المسيح ما نعرفش ما نعرفش ويقول أيضا يعقوب حالفي أن مجيء المسيح متوقف علينا كشعب اليهود وعلى سلوكنا الطيب إذا حفظنا وصيح وإذا سلكنا بالبر سيأتي المسيح لكن إذا لم نحفظ وصيح ولم نسلك بالبر تكون خطيانا هي العائق أمام مجيء المسيح المسيح لن يأتي طول ما احنا فينا خطيط وكأن خطايا الشعب وكسر الوصاية تعيق تنفيذ خطة الله في مجيء المسيح يقول أيضا عبيديا بارتنورا يقول لهم المسيح مش واحد ده في كل جيل يولد مسيح طبعا ده فكر يعني احنا نسميه متطرف شوية بس أوريك مدى التخبط اللي عند التقليد اليهودي بالنسبة لمجيء المسيح هذه العينة البسيطة بتظهر بتظهر إيه بتظهر مدى التخبط الذي يعانيه اليهود في تحديد الزمان والدور الذي يقوم به المسيح كل واحد عنده فكرة وكل واحد بيقترح اقتراح فلو رحنا للتلمود هنلاجي تخبط كبير جدا في الأفكار المرتبطة بزمان وبدور المسيح لكن الحاجة التانية السبب التخبط انه المسيح وصفة بأوصاف كثيرة ومتعددة وبأدوار كثيرة ومتعددة في العهد القديم يعني يعني مش دور واحد ولا وصف واحد وما تقدرش تحط المسيح في آلب واحد أشرح لحضراتكم يوجد المسيح المتألم والمرفوض موجود موجود في النبوات إشعياء موجود في قصائد العبد المتألم وأشهر قصيدة هي إشعياء تلاتة وخمسين من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق في أرض يابسة لا منظر له فنشتهيه ولا جمال فننظر إليه محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناهم مصابا واضروبا من الناس كل هذه النصوص كل هذا النص زكريا المسيح المطعوم أرمية وزكريا المسيح الذي يباع بالثلاثين من الفضة دي نصوص مهمة في الفكر اليهودي بتقدم لنا صورة وجانب للمسيح المتألم والمرفوض سواء سواء إبلتها أو لم تقبلها دي حقيقة موجودة كويس دي حقيقة لا يمكن أبدا إنكرها فلا توجد صورة واحدة ولا دور واحد للمسيح لكن توجد صور متعددة وأدوار متعددة للمسيح منها زي ما قلت المسيح المتألم والمرفوض المسيح المنتصر ده صورة أخرى المسيح الذي يشق الجبل المسيح الذي يهزم الأعداء المسيح الذي يعني يسود ويملك بالبر وبالحق المسيح الذي يدين طيب إزاي تتصلح دي مع دي إزاي تحط الاتنين دول مع بعض ده كان نقطة الصراع في التفكير اليهودي وفي التفسير إزاي تحط دول مع بعض حاجة تانية المسيح المتدعة متدعة وديعة راكبا على جحش ابن أتان سورة المسيح المتدعة ونحن نعلم أن هذه العبارة أو هذه الآية آية ميسيانية وفي نفس الوقت نفس الآية يعني زكريا تسعة تسعة وزكريا تسعة عشرة آيتين يعني في منتهى الغرابة يعني لو حطتهم قريتهم لحضراتكم بقدمونا صورتين متناقضتين لشخص المسيح كويس يقول كده ابتحجي زكريا تسعة تسعة ابتحجي جدا يا ابنة سهيون اهتفي يا بنت أرشليم هو ده ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان نقطة وديع صح وراكب على جحش ابن أتان عدد عشرة يتكلم عنه ويقول وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أرشليم وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقصى الأرض الآية المباشرة على طول بعد الاتضاع ده ملك بيسود على كل الأرض من أقصاها إلى أقصاها من البحر اللي يابسة إزاي 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 تجمع الاتنين دول في المسيح أنا نهاردة كمسيح بجمعهم لأنه عندي الإعلان الكامل وفهمت لكن بالنسبة اليهودي ده صعب جدا تجمع النصين دول إزاي مع بعض يدخلوا إزاي مع بعض الاتنين بيكلموا عن وصفين متناقدين وعن دورين متناقدين للمسيح إزاي تصالحهم مع بعض هيد النقطة المسيح الممجد الذي تكسله كل الشعوب والأمم والألسنة الذي يأتون أمامه بتقديمات بصورة أخرى كيف يمكننا أن نصالح الصور دي مع بعض عشان كده لو سألت اليهودي كيف يأتي المسيح إزاي هيجي هيجي راكب على جحش ابن أتان ولا هيجي ممجد منتصر غالب زافر كيف يأتي المسيح زي ما قلت النبوة زكريا بتقولنا أنه سيأتي وديع وراكب على جحش ابن أتان لكن قبل زكريا قبل زكريا بتيجي نبوات أخرى زي نبوة دانيال وأصحاح سبعة لما بيكلم دانيال على أنه آتيا على سحاب المجد لما رأى شبه ابن الإنسان إلى آخر الجزء ده وأعطي ملكوتا وسلطانا رأى آتيا على سحاب المجد أوكي كيف سيأتي المسيح بالنسبة لو أنا يهودي لو أنا شخص يهودي المسيح هيأتي إزاي هيأتي راكب على جحش ابن أتان ولا هيأتي راكبا على السحاب هيأتي وديع ولا هيأتي ممجد والذي يأتي على سحاب هو شخص الرب نفسه كيف يأتي المسيح إزاي أجمع النصين دول وافحمهم مع بعض إزاي كيف يمكن أن يكون هذا لو أنا شخص يهودي لم أؤمن بالمسيح بعد كيف للمسيح أن يأتي وديع وكيف له أن يأتي راكبا على سحاب المجد صح؟ أتمنى أن أنتم تكونوا متابعين معي يمكن الحلقة النهاردة فيها يهوديات أكتر كويس لكن لكن ده مهمة جدا أن احنا نفهم الجزء ده وكيف يأتي المسيح أقولك بعض الاقتراحات اللي التفسير اليهودية في التلمود وأقسام السنهدريم إلى آخره وما قدمت لنا من اقتراحات لهذا الأمر يقول التلمود المسيح سوف يأتي متضع إذا كنا نستحق مجيء لو إحنا كويسين إذا كنا لا نستحق مجيء سوري لو إحنا وحشين وخطاء وكسرين للنموس هيأتي في حالة اتضاع هيأتي في حالة وداعة هيأتي في حالة زل هيأتي بهذه الصورة المتضع صورة المتضع لكن إذا كنا حافظين الوصايا ونعيش اللي أقدمها تلمود البعض وأنا أعتقد أنه دي من هنا اتخذت اتخذت الإسراء أنه الذي أسرى بعبده وعلى جناح الدبل اللي كان ركبها ماشي البعض من اليهود ذهب بخياله بقى شوية قالك لا إحنا 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 ممكن نجمع الاتنين مع بعض إزاي تجمع الاتنين مع بعض إزاي تجمع أنه جاي على جحش ابن أتان وإزاي تجمع معها أنه راكب على سحاب المجد قالك المسيح سوف يأتي على سحاب المجد راكبا راكبا كويس أو طائرا طائرا وراكبا جحش ابن أتان يعني الجحش ابن أتان هو اللي هيطير اللي هيكون راكبه المسيح هيكون طائر مع السحاب هيكون طائر مع السحاب وأعتقد أنه ده ده المصدر لو عايزين تدوروا على المصدر الإسراء تلمود اليهودي ما فيش حاجة في الإسلام جونيان أو أصلية كلها اقتباسات سواء صح أو غلط فده بعض المفسرين ليهود قال لك لا احنا ممكن نجمع الاتنين مع بعض هو الجحش هيكون طائر على السحاب ويكون عليه المسيح قاتي البعض الآخر قال لك احنا ممكن نحل المعضلة دي بنحنا نقول انه هناك اتنين مسية وليس واحد هناك اتنين مسية مسية متضع ومسية ممجد كويس المسية المتضع هيأتي كويس المسية المتضع هيأتي ويرفض ويتألم ثم يأتي المسية الممجد والمنتصر من بعده طبعا لا يوجد ما تدرج تثبت هذا من كتاب عدس انه يوجد اتنين مسية كويس ويوجد مسية واحد عدم قدرتنا او عدم قدرة معلم اليهود على على جمع كل الاوصاف وكل الادوار في شخص واحد وفي زمان واحد لا يجعلنا نظن انه يوجد اتنين لانه ده تفكير غير كتابي كويس لكن يوجد مسية واحد مجتمع قمران ودول مجموعة كانوا من الرافضين الى حد ما للمجتمع وزي عارفين زي اللي هم الرهبان كده شوية عاملين مجتمع عليهم نفسهم في مدينة وفي منطقة قمران وكان عندهم طبعا النصوص بتاعتهم الى اخره والنسخ من التوراة الى اخره اتكلموا عن مجيء المسية وقالوا انه هو مسية واحد لكن هذا المسية الواحد سيأتي اولا سيأتي اولا ويرفض لكن في النهاية سيأتي ايضا وينتصر هو مسية واحد مسية واحد هيأتي بصورة متألم ومرفوض ثم يأتي بصورة ممجد ومنتصر انا ليه بقول الكلام ده بقول الكلام ده لانا بوريكو انه لما حد يقول ان المسية عندما يأتي سيفرض السلام على العالم والسلام يسود على العالم انه ده صورة من الصور لكنها ليست كل الصور عن المسية وده دور من ادوار المسية لكنه ليس كل الادوار التي يقوم بها المسية اذا تأسيس سلام عالمي يعتبر العمل الاخير وليس العمل الاول لمجيء المسية نعم سيفرض السلام وستكثو كل ركبة امامه سوى ارادت او لم ترد سوى امنت او لم تؤمن كويس لكن هذا ليس هو العمل الاول للمسية بل هو العمل الاخير للمسية طيب اجي الى سؤال اخر انا عارف ان الوقت بتاعنا بيجري بسرعة لكن اجي الى الى سؤال مهم جدا هل المسيح الذي اتى من الفين سنة مسيح الذي اتى من الفين سنة او خلينا اقول هل يسوع الذي اتى من الفين سنة هو حقا المسية هو حقا المسية هل يمكننا ان نتحقق من ذلك بوجود نصوص كتابية تؤكد لنا هذا يعني هل اقدر ارجع للعهد الاديم واقول انه بحسب هذا النص وبحسب هذا النص ان يسوع الذي اتى من الفين سنة هو المسية هو المسية المنتظر الذي اتى متألما لكي ما يقوم بالتطهير والتكفير قبل ان يدين ويملك كويس هل اقدر اقول كده ما هي البرهين او نصوص الكتابية اللي اقدر استند عليها فيه ثلاث نصوص في العهد الاديم ودول من اروع الثلاث النصوص اللي ممكن يقولولنا انه الذي اتى من الفين سنة وعاش في اليهودية واتصالب سنة الثلاثين ميلادية ورفع على عود الصليب ومات وقام وصعد هو المسية المنتظر كويس وهذه النصوص ان لم يكن تحقيقها في شخص يسوع المسيح يبقى النبوات العهد القديم ملاش قيمة يبقى اللي قاله ربنا ما تحققش هذه النصوص هي اول نص موجود في سفر حاجي او حجاي حسب ما انت بتنتقوه اصحاحت مين وعدد ستة الى تسعة والنص التاني ملاخ تلاتة من واحد الاربعة والنص التالت دانيال تسعة اربعة وعشرين الى سوعة عشر هاخد نص نص من هذه النصوص نرى الاول حجاي اتنين من ستة الى تسعة وحاجي من اتنين ستة الى تسعة لانه هكذا قال رب الجنود المتكلم هنا هو رب الجنود هي مرة بعد قليل فازلزل السماوات والارض والبحر واليابسة وازلزل كل الامم ويأتي مشتهى كل الامم فاملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود للفضة وللذهب يقول رب الجنود مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود اوكي خير نعرف شوية ولو يعني دقايق مع النص ده بيقول هنا الرب للشعب اللي بيعمل تكريس ديديكيشن للهيكل اللي بنوه بعد ما رجعوا من السابر كويس هما رجعوا من السابر سنة 539 قبل الميلاد والهيكل دو تم تاتشينو تم تاتشينو سنة 520 قبل الميلاد طيب لما جي الشعبي يدشن الهيكل ده يكرسه ناس كتيرة اللي عصرة الهيكل الاولاني بتاع سليمان كانت موجودة ناس دي بكت بكت ليه لانه لما قرنه الروعة والمجد والعظمة اللي كانت موجودة في هيكل سليمان بالبيت او الهيكل اللي بنينه دلوقتي والهيكل الاولاني كان فيه التابوت والهيكل دوان مفوش التابوت الهيكل الاولاني كان فيه القريم والتميم الهيكل دوان مفوش الهيكل الاولاني كان فيه لوحي الشريع الهيكل دوان يعني فيه حاجات نقصة في الهيكل التاني ومنحس البناء والفخامة ليس بهذه الدرجة كالبيت الاول اللي بنات سليمان بكل مجده فالناس بكت فربنا قال للناس دي ايه قال لهم انه مجد هذا البيت الاخير مجد هذا البيت يكون اعظم من مجد الاول طب ازاي ازاي البيت دون اللي احنا بنينه وكرسنا النهاردة بحسب عيوننا احنا وبحسب تقييمنا لي يعني جزء صغير جدا من اللي عمله سليمان بالدهب والحجارة والخشب والمجد اللي كان عمل بيه سليمان كيف لهذا البيت ان يكون اعظم اعظم من البيت الاولاني تسأل يهود تقولهم ازاي ممكن يقولولك اه يمكن البيت ده اعظم لانه هيعد سنين طويلة كويس مقابل انه البيت اللي بناه سليمان زل فترة وصيارة من الزمن وتدمر انما البيت ده هيعد من خمسمية وستي خمسمية وعشرين شوفوا بقى لسنة سبعين ميلادية قعد كم سنة يعني اولمست قعد حوالي خمسمية ودسعين سنة ستة كورون من الزمن بس ده ما يدوش عظمة يعني برضو مش اجابة على سؤال سر العظمة بعض الاخر قالك هو عظيم لانه هيرودس لما جيه كبره وسعه وعمل يعني تجددات فيه وفخمه اوي 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 بس برضو ده ما يعطيش لهذا البيت انه الكتاب الرب يقول ان مجد هذا البيت الاخير اعظم من مجد الاول في حاجتين في البيت ده مجده اعظم من البيت الاول وفي هذا البيت في هذا المكان اعطي سلاما سيصنع نوع من السلام في هذا البيت دول حاجتين مهمين جدا بس عشان نجاوب على سر عظمة هذا البيت وما سيصنع فيه من سلام لازم نروح للنص التاني النص التاني موجود في ملاخي لانه ملاخي بيجاوبني على السؤال ما هو سر عظمة البيت الذي بني بعد الساب يقول كده هانا اذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي الرب هنا المتكلم يعني الرب هو اللي جاي والرب لانه جاي هيرسل ملاكه وده اللي قاله يوحنا انه انا جاي لكيما امهد الطريق صوت صارخ في البرية اعد طريق الرب فاللي جاي هو الرب انا مجرد مرسل من الرب لأهيئ الطريق لمجيء الرب وبعدين يقول ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وهنا السيد هي اشارة للرب انه الرب هيأتي الى هيكله ما هو سر عظمة البيت الاخير الذي بناه اليهود ان يسوع المسيح دخل هذا البيت دخل الى هذا المكان السيد قد اتى بنفسه الى هذا المكان وده يقول لنا انه النبوتين دول اتحققوا في مجيء يسوع المسيح ولا يمكن ابدا ان يوجد لهم تحقيق بعيدا عن يسوع المسيح فسر عظمة البيت الاخير انه ظل صامدا حتى اتى يسوع المسيح وفي هذا البيت تم تكريس يسوع وفي هذا البيت قام يسوع بذيارته دخله يسوع وفي هذا البيت تم شق حجاب الهيكل وصنع وصنع سلام تكلم عنه حق جايف اصحح اثنين واعطي سلام بمجيء يسوع الى البيت بنفسه صار هذا البيت اعظم من البيت الاول يبقى النبوة الاولى تكلم عن سر العظمة النبوة التانية بتقول لنا الاجابة عن سر هذا العظمة والاتنين دول لا يمكن ان يتحقق بعيدا عن يسوع المسيح ويا مناس من اليهود ادركوا انه مش ممكن ابدا ان يكون المسيح يأتي بعد ضمار ارشليم سنة سبعين فاكيد المسيح اتى قبل خراب ارشليم اكيد المسيح اتى قبل دمار هذا الهيكل والوحيد الذي اتى ودخل هذا المكان وزاره زيارة خاصة وصنع بنفسه بنفسه تطهيرا لخطيانا كان يسوع المسيح فيسوع المسيح هو المسيح فيسوع الذي اتى من الفين سنة هو المسيح هو المسيح النصوص دي مهمة جدا جدا لانها بتجاوب على سؤال وهو هل يسوع المسيح الذي اتى من الفين سنة هو فعلا المسيح التي تنبأت عنه الكتب المقدسة فيه نص ثالث ومهم جدا النص الثالث موجود في نبوة دانيال واصحاح تسعة ونبوة دانيال واصحاح تسعة بتديني بتديني الفريم الزمني او تحددلي الزمن بالسنين اللي فيها يأتي المسيح كبايز طبعا يعني يعوزنا الوقت ان انا اقعد اشرح كل عبارة وكل كلمة في هذا النص لكن هذا النص مهم لو انت عايز تدرس عن خطة الله وعمل الله في التاريخ وتتبير الله النص ده جزء مهم جدا بيقول هنا لما الرب بيكلم دانيال بيقول له سبعون اسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاثم وليؤتى بالبر الابدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين فعلم وافهم انه من خروج الامر من خروج الامر لتجديد ارشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوع اوكي عشان اشرحها النحمية لما وضع على قلبه انه يرجع ويبني الاسوار بتاعة ارشليم كان محتاج نحمية الى الى قرار من الملك ملك فارس ماديو فارس فالقرار الثالث دون اللي صدر بخصوص السور للمدينة كان سنة ربعمية اربعة وخمسين قبل الميلاد لو معاك وراء وقلم يعني اكتبوا التوريغ دي سنة ربعمية اربعة وخمسين قبل الميلاد صدر الامر من ارتحشتة الملك في السنة العشرين لملكه وبدأوا في بناء السور فبيقولوا هنا من الوقت اللي تبنى في السور الى الوقت الذي فيه الذي فيه اللي تجديد ارشليم وبناء الى المسيح الرئيس سبعة اسابيع واثنان وستون اسبوع يعود ويبنى سور وخليج في ديق الازمنة وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح وليس له يعني يقطع يعني يموت يعني يصلب يعني يتمم هنا الكفار والاسم والي يقطع بالبر الابدي هيصنعه طيب برضو هتقول لي مش فاهم قولك حاضر احنا عندنا تسعة وستين اسبوع تسعة وستين اسبوع في سبعة تسعة وستين اسبوع في سبعة كويس شاطر في الحسابات هيقول لي انهم يبقى عندي ربعمية تلاتة وتمانين سنة ربعمية تلاتة وتمانين سنة اخصمها من ربعمية اربعة وخمسين سنة يبقى هيدي لك السنة التي فيها صلب المسيح وهي سنة تلاتة وتلاتين ميلادية السنة التي فيها قطع المسيح السنة التي فيها قدم نفسه وصنع هنا كفارة واتى بالبر فالنص ده بيقولك انه ده الوقت اللي اتى في المسيح بعد كده ما ينفعش للدرجة انه اليهود بيقولولنا بحسب التقليد اليهودي انه قبل دمار الهيكل باربعين سنة الرب لم يقبل ابدا الكفارة التي كانت تقدم يوم الكفارة العظيم من خلال الساينز او من خلال العلامات معينة كان اليهود بيعرفوا اذا كان ربنا قبل الزبيح او قبل هاش بيقولنا انه اربعين سنة قبل دمار الهيكل لم يقبل الرب زبيح ليه لانه بعد زبيحة المسيح لا توجد زبيحة لانه بعد كفارة المسيح لا توجد كفارة لان المسيح قدم نفسه كذبيحة نيابة عن الكل ده اللي بيقولنا كتاب اي دارس صادق مع نفسه ومع كلمة ربنا هيعرف ان يسوع الذي اتى من الفين سنة هو شخص المسيح المنتظر الذي اتى اولا متضعا لكي ما يصنع فداء لكنه سيأتي ثانية لكي يملك ويفرد السلام ويسود بسلام على الارض الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر